أكد تقرير لصحيفة داناشنال البريطانية أن قانون الخدمة الإلزامية الذي تم إقراره في العراق عام 1935 يعود من جديد إلى الواجهة بخلاف سياسي من إعادة عسكرة المجتمع في وقت تشكل قوات الحجد والبيشمرقة أكثر من عدد أفراد الجيش البريطاني ونقل التقرير عن النائبة زهرة البجاري قولها أن المبلغ المقدر للإنفاق شهريا قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار ولذلك فإن كل الأموال الإضافية التي نخصصها عندما ترتفع أسعار النفط ستذهب إلى الجيش وسنحتاج اقتراض أو تحويل الأموال من قطاعات أخرى عندما تنخفض الأسعار وفيما قال المحام أحمد الزيادين مشروع القانون سيؤدي لعسكرة المجتمع وصرقة الأموال العامة بدلا عن انفاقها على المشاريع والخدمات التي تشدد الحاجة إليها وقالت البجاريين سبعة ملايين عراقي سيضطرون للإنضمام للجيش